اشتركوا في القناة السباق أقيم على كأس المحافظة الجنوبية وكؤوس مجموعة آل شريف وكأس شركة كراون اندستريز وكأس الوسمية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالسخير كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو ممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظة الجنوبية بتقديم كأس المحافظة الجنوبية للشوط الثاني إلى المالك الفائز سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وكأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز إبراهيم العفو فيما قدم السيد عيسى آل شريف كأس مجموعة آل شريف للشوط الخامس إلى الفارس الفائز جيرالد موس كما قدم السيد حسين آل شريف والسيد حسن آل شريف كأسي مجموعة آل شريف للشوطين السادسي والسابع إلى المالك الفائز سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة فيما قدم السيد علي السعد المدير الإداري لشركة كراون اندستريز كأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة فيما قدم السيد محمد نجيبي ممثل شركة كراون اندستريز كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى آل خليفة فيما قدم السيد يوسف أسامة بحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل كأس الوسمية إلى مساعد المضمر الفائز رائد البعينين وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالمستوى المتميز والمنافسة القوية التي شهدها السباق على كأس المحافظة الجنوبية والذي يعكس التطور البارزة لرياضة الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين وذلك نظير الرعاية والدعم اللامتناهي الذي تلقاه من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه منوها بأن توجيهات جلالته المستمرة أسهمت في تعدد نشاطات هذه الرياضة والتي تؤكد على مكانة البحرين وريادتها في الحفاظ على هذه الرياضة الأصيلة مثنيا سموه على اهتمام وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتواصل لهذه الرياضة الرائدة من خلال الدعم الذي يحظى به نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط ترجمة نانسي قنقر